دعونا ننتقل إلى القاهرة أستاذ عيسى فتحي العدو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية ينضم إلي من هناك أهلا بك معنا أستاذ عيسى عدنا اليوم بعد عطل في يوم الخميس لتداولات تركيزها على الأسهم الصغيرة والمتوسطة هل السوق مرشح للعودة من الارتفاعات والصعود؟ ويمكن أن نقول بأنه انتهينا من الموجة الهبوط التي شاهدناها خلال شهر رمضان يعني بعد خمسة جلسات من شهيق للسوق النهاردة كان فيه زفير للسوق بالذات في المؤشر الرئيسي فهبط وده يعتبر صحي بعد خمس جلسات صعود لكن كما أشارت أن المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة استحوزت اليوم على أكثر من 60% من قيمة التداولات اللي بلغت نحو 380 مليون جنيه وده نتيجة سيطرة الأفراد على السوق يبدو أن المؤسسات اليوم في حالة أجازة أكثر من 90% تداولات الأفراد اليوم وبالتالي فيه غياب أو إحجام للمؤسسات عن التداول اليوم ربما عندما يعودون سيمكن للأسهم القيادية أن تشهد نوع من الاستفاقة خلاف ما جرى اليوم خاصة أنه في ظل التراجع أحياناً بيحدث نتيجة تغيير مراكز أو غلق مركز بمركز تم شراءه مع حدش عارف يسويه أو يغلقه بقالية التي بلوس ديرو أو التي بلوس ون فبتحصل عمليات ميكانيكية السوق بتوصلنا إلى حالة ممكن تبقى غير منطقية لكن أعتقد أنه السوق أعتقد الاتجاه العام فيه صعودي خصوصاً عندنا متغيرين متغير قريب جداً هو متغير افتتاح قناة السويس ومتغير يبقى أكثر في فترته وهو متغير الانتخابات البرلمانية أعتقد أنه نتغذى الفترة القادمة على 6-8 ثم بعد ذلك على تحديد الانتخابات البرلمانية التي أصبحت الآن ضرورة اقتصادية أكثر من كونها ضرورة سياسية المفترض أيضاً أن تستقبل السوق قيد أسهم جديدة منها بيلتون كابيتال المفروض أنه يبدأ التداول والإدراج فيها اليوم لكن عدم التعامل على السهم لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها لقواعد القيد أستاذ عيسى لم يبدأ عليها التداول برأيك كيف سيستقبل السوق هذه الأسهم الجديدة وخصوصاً بيلتون يمكن قبل السهم الكويتية يعني هي بيلتون عرضة طلبة زيادة رأس مال من 125 مليون جنيه إلى 375 مليون جنيه يعني زيادة 100 مليون سهم في 2 جنيه يعني 200 مليون جنيه ومفروض أنها قدمت للبرصة فصل حق الاكتتاب بحيث يتم تداوله أثناء فترة إلغاء هذا الحق بالنسبة للمساهمين بحيث يبقى الحق منفصل عن السهم وهذا هو ما تراجعه البورصة حالياً يعني عملية إجراءات حق الاكتتاب وكيفية فصله والتزام الشركة بكل الأمور المتعلقة بزيادة الأسهمال فتبقى لقرار الجامعية العمومية الأخير حسبما أعلن يوم الأربع الماضي طيب اليوم عم يمكن قصة بايونيرز واستكمالها للاستحواذ على القاهرة للإسكان عم يعطينا يعني نظرة بالنسبة للعمليات الاستحواذ والقطاع العقاري بشكل عام أستاذ عيسى برأيك هل سينشط عملية الاستحواذ بعد قيام بايونيرز بتوزيع محفظتها بالقطاع العقاري وكيف ينظر أيضاً إلى تعزيز هذه النسب بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق من قبل بايونيرز إلى أي مدى سيكون في أدت فاليو لديها خلال فترة مقبلة؟ يعني منظر لعملية استحواذ بايونير ومحفظة استثمارات هبنا جدها ما بتخرجش في الأساس غير عن الخدمات المالية والقطاع العقاري أما القطاع الصناعي بشركة أربديري فهذا رقم يعتبر هذه المقارنة بجملة استثمارات الشركة أكتر من 50% في قطاع الخدمات المالية ما بين شركات سمسرة وعدة شركات استشارات وسنديق استثمار وترويج وتغطية اكتتاب والآخر في موضوع العقاري وخصوصاً في رؤية والقاهرة للإسكان والصعيد العامة للمأولات أعتقد أنها يعني اتجاهات استثمارية ممكن تخلو من الإبداع لأنها بنشتري شركات قائمة لكن ما فيش اتجاهات لمجالات يعني إيه نقدر نقول إيه في مجال التصنيع أو مجال القطاعات السلعية أو غيره اللي بيها بنقول أنه ما تفعله بايونير هو يعتبر صورة مصغرة لفكر كتير من المستثمرين في مصر اللي هو شير العبد ولا تربية وبشتري شركات قائمة في مجالات مضمونة زي العقاري أو الخدمات المالية وبالتالي الفكرة بتاعتها برضو فكرة ريعية يعني لا تخرج عن هذا يعني لكن اسمحيلي يعني في هذا الجزء عملية استحوازات اللي بتتم من خلال عروض الشراء الإجبارية يعني أنا في تقديري أنه يجب مراجعة باب للعروض الشراء الإجبارية أنه من غير المنطق أبدا من يملك تلت أسهم شركة سواء كانت مجموعة مرتبطة أو شخص بعينه أنه هو يفرض على بقية الشركة على التلتين التانيين أو اللي سبا الأغلب بعد كده حتى من ناحية ديمقراطية إجراء غير ديمقراطي ثانيا أنه ده ممكن يساعد على أنه شركات كتيرة ممكن تختفي من السوق بسبب هذا الإجبار يعني أنا شايف أنه الإجبار يبقى على بيع الحصة لتزيد على التلت وليس إجباره لأنه الشيء يشتري التلتين أو الخمسة وخمسة في المئة اللي فضلين كما في حالة بيونير لأنه ده في الآخر هنبص لأ فيه شركات بتقيد وشركات بتختفي كيف هينهض سوء المال يعني بعد ذلك وبالتالي أعتقد أنه هذا الباب يعني محتاج إلى أعادة نظر حتى يعني يعني لما نقولش أنه فيه ممكن يحصل تحايلات بحيث نحصل على الأسهم من خلال هذه الألاب أسعار بخسة نتيجة أنه بيتم خلال أجل طويل السيطرة على نسبة تخليني أنا اللي بجري عشان أقدر أجبر على الشراء وأنا أرغب في ذلك يعني فهي الفكرة كلها أنه هذا الباب محتاج إعادة نظر إذا كنا عايزين لهذا السوق أن يزدهر شكرا جزيلا لك أستاذ عيسى فتح العدو المنتدب لشركة القاهرة لتدول الأوراق المالية كنت معي من القاهرة بهذا مشاهدنا